موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من رامون تادا النهاردة أتلعب أربع مباريات في الدوري ممتاز وبداية كانت بفوز نادي الإسماعيلي على حساب أمبي في الانتصار الأول للدرويش في النسخة الجديدة من الدوري الإسماعيلي فاز بهدف نظيف في اللقاء كان فيه ثلاث حلات طارد وضربتين جزاء كمان نادي الأهلي حقق فوز قاتل على فاركو بنسيجة 2-1 وكانت نتيجة المباراة 1-1 لحد الدقيقة 6 من الوقت البدل الضايع وأحرص محمد شريف هدف غالي نجح به أنه يحصل للثلاث لقاط للنادي الأهلي كمان نجح فريق طلاع الجيش بقيادة مدربه محمد يوسف في تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي بهدف نظيف في ختم مباراة النهاردة نجح الزمالك في الفوز على حرص الحدود بنتيجة 4-0 عشان يواصل انتصاراته المحلية في الفترة الأخيرة وبكرة هيكون ختام الجولة التمنى من الدوري بمجهة قوية هتجمع بين المصري ومقابلين العرب على السايد السويس الجديد الساعة 5 تعالوا نروح نشوف أرائي الجماهير فأفضل لاعب الأسابيع الأولى من الدوري مصري ونرجع لكم شايف مين أفضل لاعب في الدوري حتى الآن في الأسابيع اللي تلعبت من الدوري حتى الآن لاعب بالنسبة للدوري؟ آه فيش اللي زيزو بتحزي مالك هو يعتبر صنع أهداف شايفه بيلعب كويس وبالك وهو اللي مشغل الليلة شايف زيزو ده هو لحد دلوقتي أكرم لأ كريم فواد لحد دلوقتي أحسن لعب في الدور أحمد الشيخ والله مقدم أداء مزهل مدخل لغاية دلوقتي يعني سبق أهداف وممكن نقول يعني أنه من أعظم اللعبة يعني اللي مروا على زعيم الفلاحين أنا شايف أحمد سيد زيزو هو اللي بيأثر في أي فرق لو لايه في أي حتة يعني هو يعتبر 50-60% من قوة الزمان أنا شايف لعبة كتير بيأدوا أداء كويس جدا في منهم طبعا من زمانك أحمد سيد زيزو في الأهل ممكن تافي ممكن لعبة أداء أداء حلو بس الأفضل بالنسبة لي أحمد سيد زيزو يعني لغاية دلوقتي يعني زيزو يعني الصراحة لعب مستمر ولعب بيكسب الفرقة كل ماتش وليه دور كبير يعني في أي مباراة بيلعبه مؤثر جدا ومحدش تدر فرقة ذات نفسه درش استغنى عنه لو غاب بيأثر وغوده طبعا ليه تأثير كبير مثلا هدفه بطيرة يعني لعب مش محتاج أي مش محتاج أي نقض يعني مستوى طبعا يعني الحمد لله دوري جميل وكويس ماشي كويس جدا بس يبقى على عرش الناس الكويسة جدا اللي ماسك نفسه يعني الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي بصراحة لسه مستمرين في أخبارنا المحلية النهاردة محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حرص على تكريم رجب محمدين مشجع الفريق اللي ظهر وهو بيبكي خلال فوز الاتحاد على سموحة بنسيجة 2-0 في الجولة التمنى من الدوري وجه رئيس النادي الاتحاد الشكر المشجع رجب محمدين بعد اللقطة اللي كان بتعبر عن حبه وانتمائه لزعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري هم اللي قبلنا المحلية نروح للكورة العربية النهاردة نادي الاتحاد جده السعودي علم تجديد عقد نجمينا المصري أحمد حجازي مدافع الفريق حتى 2026 خاصة بعد المستوى الفني المميز اللي قدمه على مدار الفترة اللي فاتت عشان يكمل حجازي رحيته نجحة في الدوري السعودي هم اللي قبلنا المحلية نروح لأخبار العالمية النهاردة منتخب الأرجنتين احتفل مع جماهيره بحصد كاس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح كان فيه اتفات قوية جدا للنجم الأرجنتيني ميسي واللي قدم مستوى مميز في البطولة ساهم من خلاله في حصد التانكو للقب تعالوا نشوف قراء الجماهير في مستوى ميسي وهالحاسم الجدل في لقب أفضل لعف التاريخ ونرجع لكم تاني أشاهدت أن ميسي خلاص حاسم جدال حول أحسن لعف التاريخ؟ أول ما كانش فيه جدال أساسا يعني هو ميسي كده أفضل لعف التاريخ مش محتاجه يعني هو مثلا أي حاجة زي كاس العالم أضافت لي كده بس الأول كان كده كده كان التوب في كل حاجة هو كده كده أفضل لعف العالم كده كده أفضل لعف العالم بدون كاس عالم بدون أي حاجة أنا رأي أن إحنا يعني نستمتع بالتنين دول الفترة اللي هم قضوها رونالدو وميسي وبلاش نخش في النقاشات دي يعني أحسن يعني عشان رونالدو برضو تي إيل جدا وأنا بالنسبة لي رونالدو أحسن لعف التاريخ ميسي لعيب كويس وهو يستحقه كبان من 2014 مخدش كاس عالم فهو هو اللي الاستحقه برضو هذا يعني اللي هو كويس يعني الحاجات اللي إنجايات اللي عملтя في العالم إنه هو يستحق ياخو كاس عالم ميسي كان المقارنة دايما بينه وبين كريستيانو بس، الصراحة ميسي مع المنديال ده حسم الموضوع ده وحسم كمان اللي موضوع ده مع مارادونا و�י له يعني كان دايما النقاش بين مارادونا وميسي في الأرجنتين بس أنا حساس الصراحة إن ميسي جاب نفس الكاسل اللى مارادونا جابها عمل بصراحة أخر مباراة يجي عمل مباراة كويسة وبهير معنى في الموتش الواحد كان ممتد أنه يتفرج أكتر وكان مبسوط بصراحة هو المسي لكريستان الونادو النهاردة صحيفة ماركة الأسبانية أكدت أن النجم البرتغالي بيتواجد حالياً في دبي وبيستعدل التوجه للسعودية لحسم انتقاله نادي النصر السعودي وده بعد ما فسخ النجم البرتغالي عقده مع ناديه سابق وانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بعد التقارير العالمية الأكدت أن رونالدو هيحصل على راتب سنوي بيصل لمتين مليون يورو حال إتمام تعقده مع نادي النصر في شهر يناير اللي جاي انفنسينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد في تصريحات إعلامية استمرار قامت بطول الكاس العرب خاصة بعد الإنجاز التاريخي اللي حققوا منتخب المغرب في مونديال 2022 باحتلاله مركز الرقبع تعالوا نشوفوا رأيك جامهير في قرار انفنسينو باستمرار كاس العرب تحت رعاية فيفا ده حاجة جميلة جداً لأنها يضمن استمراريتها المدى البعيد وهتبقى مدعومة من الفيفا مالياً أصلاً أو يعني معنوياً هتبقى مدعومة من الفيفا جايزة للمنتخبات كلها إنها تسعد في ده كتير يعني شوفنا منظرها في قطر نفسها كتعاملة إزاي يعني كاتتها كاس العالم بالزبط أنا شايف إن القرار ده حلو جداً إن البطولة تكون تحت مظلة دولية ده بيدعمها أكتر وبيدعم استمرارها وهيضيف لها حاجات كتير والله أنا شايف القرار ده يعني قراره صح يعني عشان ده يعني أي بلد بتتحكم يعني بتتحكم في النظام اللي يعني لو أنا مشتناً لعندك كده بتتحكم فيه إنما الفيفا هتقدر تتحكم في الكل بالعرب كده وهتقدر تضيف مثلاً يعني بالنسبة للمادة والكلام ده كله للأموال هتقدر تساعد وتجيب حكام نضيفها طبعاً حاجة عاجبية وحاجة كويسة جداً إنها تبقى تحت رعاية الفيفا يعني حاجة تبقى كويسة جداً إن أصلاً حاجة تبقى باستمرارها موجودة قر إيجابي يعني حاجة كويسة إنه تبقى الكاس العرب ده تحت رعاية الفيفا فهي يعب العاد المادية على الدور العربية وهيبقى يعني مستعبلاً يبقى حاجة حلوة للدور العربية وهيأكد استمرار الكاس على تحت دور تحت الفيفا وكده قرار جيد ومفرح بالنسبة للعرب اعترافنا خيراً اعترافوا بينا ككورة عرب بعد تقديم المغرب والسعودية والتونس وإداء مشرف البطولة على قطر فأكيد ده لفت انتظارهم انتظار العالم كله فشيء جميل يكون بطولة عربية تحت رعاية الفيفا وبكذا كان خلصة أخبارنا النهاردة ومستمرين معاكو بعض الفاصل مع كابتن ميدو اهلا بحضراتكم مرة تانية في المنتهدة واليوم يوم فوز الكبار يوم فوز الإسماعيلي جيد جداً لفريق الإسماعيلي تحت قدادة الكابتن أيمن الجمل أول فوز بعد ثمن جوالات للدرويش ولكنه فوز مهم جداً أمام منافس صعب وخصب صعب ونتيجة المباراة قدت إلى إقالة الكابتن أحمد كشري المدير الفن السابق لنادي أمبي في المباراة التانية طلاقة الجيش بيفوز على البنك الأهلي واحد صفر وفوز مهم جداً لطلاقة الجيش والبنك الأهلي في تالت مباراة يعني ولا هدف أحرزه البنك الأهلي حتى الآن منذ قدوم الكابتن حلمي طلعان وفي المباراة التالتة فوز مهم جداً للأهلي في الدقايق الأخيرة روح الكبار ومباراة أنا يعني اخترت عنوان لها روح الكبار وإزاي أن الفرقة الكبيرة بتفضل تلعب لغاية آخر ثانية وهو ده اللي بيفرق بين الفرقة الكبيرة ومع احترامي الفرقة المتوسطة أو الفرقة العادية وفي المباراة الأخيرة الزمالك بيفوز على حرس الحدود 4-0 روح البطل الزمالك بيلعب بروح البطل الزمالك مش عايز يتنازل عن درع الدوري لأي حد بطش النهاردة مباراة كلها إيجابيات للزمالك لك أنا نتكلم بالتفصيل طبعاً عن المباراة بعد ما يعني نسترجع جدول الترتيب مع حضرككم وبعد مرور 8 جولات الأهلي في الصدارة 22 نقطة من 8 مباراة الزمالك 20 نقطة فرق نقطتين في المركز الثاني فيوتشر 18 نقطة في المركز الثالث قرمز 17 نقطة ثم المحلة الاتحاد سروميكا كليوباترا المقاويب العرب طلاقع الجيش فرقه في المركز العاشر المصري في المركز الحداشر سموحة البنك الأهلي الإسماعيلي MP وفي مناطق الهبوط أسوان الداخلية وحرص الحدود النهاردة فوز الإسماعيلي يعني بيخرجوا برا المراكز مراكز الهبوط لكن لسه بدري يعني لكن عايزين نخش في أجواء الدوري ونبتدي من دلوقتي رغم أن لسه بدري يعني نشوف موقف موقف كل فريق لكن تعالوا نرجع للمباريات بتاعتنا ونرجع لإمبي والإسماعيلي والحقيقة يعني هدف مبكر في الدقيقة 16 من لياو أنور العيد طبعا يعني ظهر في المباريات الأخيرة بشكل جيد جيد جدا وده جول صالح جمع معلم في الجندة صالح جمع معلم في الجندة وأنا بقول لكم العيبة قليلة جدا في مصر اللي تعرف تعمل الأسستر اللي عملوا صالح جمع ده عشان كده أنا نفسي أن صالح جمع ده يرجع يقف على رجله لأنه هيكون إضافة جديدة جدا لمصر هيكون إضافة جديدة جدا لمصر ونرجعوا التكورة دي تاني لأن الكورة حلوة أوي بلعبها شلو العيب كبير دي الكور بتاعت زمان بتاعت بتاعت رضا عبد العال وبتاعت وبتاعت اللعيبة تلعيبة نص الملعب الكبار بص هو والكورة جاية له ظهروا للملعب لكن هو عنده فيجن عنده رؤية وشايف وخاطط والفوليوم بتاعة الكورة الكورة معمولة معمولة صحة معمولة حلوة قوي طبعاً ضرب الجزاء باهر المحمدي بكل ثقة بيخش يعني باهر المحمدي أصبح ما شاء الله عليه قائد بحقه حقيقي للدلويش بتصرفاته خارج الملعب قبل تصرفاته داخل الملعب وتحمله للمسئولية داخل الملعب بايب كويس يا فكرة اليهو أمر هنشوف لسا يعني ده طبعاً الهدف الملغي للكورة أوف صايد يعني ما دخلتش حتى لكن الكورة أوف صايد أوفة انبي بيحاول يرجع كورة غريبة كورة غريبة جداً الكورة اللي فاتت دي برضو كورة غريبة جداً لكن لإسماعيلي واقفين صح متنظمين صح اللعيبة عندها إصرار المكسب عايزين يكسبوا عايزين يخرجوا من المشكلة اللي هم فيها وهنا أنا برجع الفضل لكابتن عيمن الجامع ليه؟ لأنه هو شغل النهاردة في ظروف مش سهلة ولكن قدر أنه هو يحضر اللعيبة من النهية الزهنية بشكل جيد جداً حضرهم زهنية بشكل جيد جيد جداً الفرقة منظمة الفرقة وقفة بشكل بشكل كويس وبصراحة يعني طبعاً المباراة شهدت حالات طرد وبتاع زي ما حضراتكم وشايفين ولكن الفرقة ظهرت مش موضوع حتة نفسية بس وتحضير زهني بس ولكن تاكتكياً الفرقة كان منظمة التغييرات كان مظبوطة كل حاجة مظبوطة من كابتن عيمن الجامع كل حاجة مظبوطة من الكابتن عيمن الجامع معنا الأستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيل أنا أتطمن منه على الإسماعيلي خالد بي مساء خير أهلاً بك يا كابتن أهلاً بحضرتك طب مني إيه اللي بيحصل خالد بي يعني في الأيام الأخيرة ظهر أخبار أن هناك إنقصامات داخل المجلس ثم عرفنا أن النهاردة في تصالح والأمور كلها كويسة بعد الفوز النهاردة طب مني إيه اللي بيحصل؟ خلينا نتكلم على الحمد لله على الفوز النهاردة يعني نذهف وليساً تتكلم أن كابتن أيمان الجمال حيعمل ثلاث مطشات هيلين رغم أن إحنا تعادلنا مطش وخسرنا مطش وكسرنا النهاردة لكن أنا شايف ثلاث مطش يعني مختلفة تماماً والروح مختلفة وحتى في التاكتكس يعني أنا الحقيقة في تغيير في الفرقة من ساعة ما كابتن أيمان الجمال مسك الفرقة فأحييه وبشكره هو اللي عيباً مش عايز تتكلم على المشاكل اللي طلعت يعني يعني ما يعني عايزك تطممنا يعني أنا مش عايز غش في تراصيل أنا عايزك تطممنا لا لا الحمد لله كل الأمور تمام وإن شاء الله يعني ما فيش أي مشاكل حالية خالص وإن شاء الله إحنا وراء النادي وراء الفرقة يعني ما فيش رحيل من ناحيتك أو استقالة أو أي حاجة بتأكد لك كلامنا ما فيش حد لا أي حاجة من الحكال أنه خالص طبعاً يعني يعني حتى ما ما ذكرش يعني طرح خالص في الموضوع يعني أنا حرج بتأكد أنه ما فيش أي أساس من الصحة لوجود القسامات أو وجود رحيل أو أي حاجة لا لا ما فيش حاجة خالص غير أن مين يستندوق لإستاذ حتى مش جايز يتقدم تتقالة هذي حاجة الوحيدة اللي حصلت يعني هذي حاجة الوحيدة اللي حصلت خلال إزباري تمام يعني طبعاً إحنا كلنا بنتمنى الاستقلاف لمجلس قدارة الإسماعيلي والهدوء يبقى موجود داخل النادي الإسماعيلي ولسه الدنيا بدري وبإذن الله إن شاء الله الانتصار بتاع النهاردة يعني الأمور كلها تبقى ماشية بشكل بشكل كويس صح أنا متخيل كده إن شاء الله إن أنا شايف تحسن الفرقة يعني ماتش بعد ماتش وعندنا عندنا في كل مكان يعني أكتر من اثنين أو ثلاثة العيبة كلهم على مستوى عالي جداً وده محتاجة أي فرقة كبيرة أنا متخيل إن يعني في الآخر إحنا هنكون في مكان مختلف تماماً اللي إحنا فيه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الإسماعيلي هيرجع لمكانته والناس كلها اللي موجودة جواه النادي كلها ناس كبار وناس يعني بيحطوا دايماً مصلحة النادي الإسماعيلي قبل مصلحتهم الشخصية بشكرك أستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي بيقول لنا إن إن شاء الله فيه دوق وما فيش أي مشاكل لكن كما عايز أتكلم على الناحة الفنية عشان يبقى فيه إنصاف ودي كل واحد حقه اللعيبة النهاردة تاني بأكد والتنظيم الجيد اللي ظهر به اللعيبة يعود إلى الكابتن أيمن الجمل الراجل اللي تولى المسئولية في ظروف صعبة الأول كمدير كرة ثم بعد كد دلوقتي كمدير فني مؤقت والفرقة ظهرت دول لازم تبقى قرارات صح لازم تبقى قرارات صح أنا في رأيي إن طالما ركابتن أيمن الجمل فيه ارتياح من اللعيبة وفيه رجب من مجلس الإدارة إن الراجل شغال بشكل كويس تدينه فرصته كاملة تدينه فرصته إنه هو يشتغل ما تعملش تغيير دلوقتي مهما كان مين الاسم اللي مطروح عرب ترابيزة تدينه فرصة يشتغل يمكن الأمور تمشي معاه كويس وعارف يلم الفرقة بشكل كويس وقعد كده مونتور وقعد تفرق شوف إيه اللي بيحصل وبعد كده يمكن الأمور تمشي كويس والنتائج تبقى إيجابية وخلاص يبقى أنت حطيت الحتة اللي نقصة حطيتها واحد من النادي الإسماعيلي معاه في الجهاز أحمد الجمل واحد من اللعيبة الكبار داخل النادي الإسماعيلي أخوه مش عايز الكلام حطيت الدم دايما لأن دي أنا أحب أفصلها عن الشغل دايما لكن أحمد الجمل من المدربين ومن اللعيبة اللي عندهم يعني إخلاص كبير جدا للنادي الإسماعيلي وموجود عمر جمال ماردونة الدرويش عمر ده مدرب كويس جدا وشخصية محترمة جدا وشخصية مضيفة جدا فالناس ماشي كويس أنا رأي بتقول بتسأل ميدو سيب الناس تشتغل سيب الناس تشتغل وشوف وديهم فرصة يمكن لأمور تمشي بشكل كويس مبروك للدرويش أو الفوز وإن شاء الله بإذن الله الانتصارات تتوالى ناحية التانية رحيل كابتن أحمد كوشري بعد ثمن بعد ثمن جوالات يعني 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 خسارة خسارة من كابتن أحمد كوشري اللي مدرب كويس معرفش هو هل مجلس قداره مجلس زارة إلبي شايف إنه هو عمل اختيار غرب من الأساس اختيار كوشري ولا في مشاكل جوال فرقة عايزين حدا جماعة من أمبي يوضح لنا لكن يعني اخسارا من كابتن أحمد كوشري اللي ماشي إنه هو عمل مدربين المميزين 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 جدا مبروك للدرويش فوز مهم هارد لغي نادي أمبي وإن شاء الله يبقى في اختيار يعني اختيار مناسب للناجين المادي أمبي ده كنزة جماعة نادي يعني فيه قاعدة ناشئين جيدة جدا وفيه لعيبة مميزة إن شاء الله ربنا ربنا يوفقه نروح للمباراة التانية وماتش فاركو والأهلي الأهلي بدأ النهاردة بتشكيل فيه أفشة على عكس المتوقع النهاردة الجميع توقع بعد إعلان العقوبات أو عقوبة على أفشة إن النهاردة كولر مش هيبدأ بأفشة في التشكيل الأساسي ويمكن كولر اتعرض يعني لبعض من الهجوم أو هجوم على السوشيال ميديا بقرار البدء بأفشة بقرار البدء بأفشة والناس كتب تقول إن العقوبة اللي اتعاملت دي كان لازم يصحابها إن استبعاد من المباراة ده كلام جمهور الأهلي لكن أنا هقول لكم رأي رأي الهجوم اللي أنا بقول لكم عليه ده ده هجوم موجود على كل السوشيال ميديا والناس حتى جمهور الأهلي يعني قدى كده أرصت ودن الأفشة صغيرة في التسخين مراسلنا يعني في الملعب أكد لنا الكلام ده لكن أنا لو مكان كولر ده اسمعوا طيب الجمهور يعلولي الصوت ليه الصوت فيه فيه سب بس مش سب ولا سب ماشي بلا الصوت طيب بس يعني يعني دي لقطات خاصة للمنتادة إن جمهور الأهلي بيعبر عن غضبه من أفشة طيب أنا لو مكان كولر ومحتاج أفشة فنيا هلعبه القرار من النحاء كقرار فني كقرار مدرب فالراجل خاد عقوبة العقوبة دي بالخصم أو آيا كان أنا كمدرب محتاجه في النايا هلعبه ده الصح لا عقب نفسي ولا عقب نادية ولا عقب فريقي ولا عقب نفسي ولا عقب نادية ولا عقب فريقي ده أنا شايف إن دي المدرسة الصح إلا ما يكون عامل جناية بقى زي مثلا إيه الانترفيو اللي عمله كريستيان رونالدو مثلا في موضوع دي جناية انت الراجل طالع بتهجم النادي وبتهجم الإدارة وبتهجم الناس وبتهجم كل حاجة وبتقول إن النادي ده ما تطورش ده بالعكس رجع وكذا دي في الكرة اسمها جريمة قروية فوتبول كرايم فأه لازم بقى إن انت تبقى ادمتش اتنين لغاية لما تبقى فيه عقوبة إدارية وعقوبة فنية لكن النهاردة أنا بصراحة ضد إن بعض من جمهور الأهلي بيهاجم كلر إنه بدأ بقافش لأن الطبيع إن أنا كراجل مدرب أنا خلاص العقوبة الإدارية عملت عليها أنا مع كولر مليون المية كمدير فني كراجل بقى بتاع فنيات إن أنا ده راجل العقوبة التاخدت هبدأ بيه عنديش مشكلة خلاص الرسالة وصلت والإجراء أنا خدته خلاص بقى خلاص أخش ولعبه فده رأيي في موضوع في موضوع أفش طبعاً النهاردة الراجل وهنتكلم بالتفصيل عن التاكتكس والحالات مع الكابتن محمد صلاح والكابتن رامي سعيد يعني بعد الفاصل ولا لا لكن أنا رأي يعني من غير الدخول في تفاصيل كتير إن الراجل اللي نقارده بيجرب برونو سابيو في مكان مختلف بدء بقافشة عبدالقادر ناهية الشمال وكريم فؤاد ناهية ناهية اللي مين ولكن رغم فوز الأهلي وفوز الأهلي المهم جداً جداً وهنا أنا قلتلكو عنوان المباراة روح الكبار إن الفرقة الكبيرة اللي هي لغاية آخر نفس لغاية آخر نفس بيلعب إن هو يجيب جنو ويكسب عشان كده ده الأهلي وعشان كده ده الزمالك لغاية آخر ثانية الزمالك المطش اللي فات كسبان في الدية 96 برضو في آخر ثانية هي دي الفرقة الكبيرة ساعات كده بيبقى فيش عارة يقولك إيه فرلة الأهلي فرلة الزمالك هي دي روح الكبار ده طبعاً الجنل الأولاد تعبدالقادر كرة ملعوبة حيوة قوي من عالم علوم عبدالقادر اتحرك كويس قوي وعايز تفرج على الجنل تاني يعني بالأعداب بتاعته لغاية إن طبعاً في مشاكل كبيرة جداً في الدفنسي بتاع فاركو رغم إنهم استقبلوا أهداف قوت ديها أقف على فكرة يعني دي مش أول كرة ولكن رامي صبري مدافع نادي فاركو محتاج حد يعلمه يقف أقف رامي صبري خامس أو سادس مرة أتفرج على فاركو والمشكلة الأساسية في الدفنس سوق تمركز رامي صبري هو راجل هنا واقف غلط خالص واقف غلط إنت مالكو مالكو راجل نفو الشخ ارجع لي أنا عايز أجيب بس الاعادة عشان الكاميرا الوسع كاميرا الوسع كاميرا الوسع طبعاً فاركو فاركو بيلعبو بأسلوب معين أقف 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 طيب المفروض طبيعي إن الواقفة بتاعت رامي صبري اللي هو الراجل اللي موجود في القلب ده إن هو لازم يبقى مايل سنة نحية الكرة ولازم يبقى طالما إن هو مغطي طالما إن هو ما تلقىش خطوة لقدام لازم يبقى واخد خطوطين لجوه عشان الكرة لو تلعبت بالشكل داي بقى عنده وقت إن هو يروح يغطي عنده وقت إن هو يروح يغطي عايز أوري حضراتكم النهاردة الكرة مع هجي لي ولا إيه نهاردة الكرة مع علي معلول وعلي معلول علي معلول عنده وقت على الكرة صح؟ عنده وقت على الكرة يعني استلم وعنده وقت إن هو إيه يلعب الكرة في دار الديفنز هنا الجن وقفة رامي لازم تبقى هنا هنا سنة واخد خطوطين لجوه في الحتة دي عشان يبقى عنده وقت لما الكرة تتلعب لما الكرة تتلعب إن هو يروح يغطي يغطي في الحتة دي ويلحق عبدالقادر إنما طبعا على فكرة رامي صبري من اللعيبة المميزين جدا ومدافع جيد جدا جدا وعنده خبرات وكون خبرات كبيرة جدا لكن كل مرة بتفرج على فارقه المشكلة الحقيقية في الديفنز بتاع فارقه سوء تمركو زرامي صبري على طول واخد خطوطين له قدامه وعلى طول واقف غلط ودي حاجات أنا متأكد إن الكابتن إيهاب جلال هيعالجها مع الوقت هيعالجها مع الوقت إنما الوقفة دي هي الجون كرة عظيمة جدا طبعا من عالي معلول عالي معلول مميز جدا لما لو هتسيب لوقت عالكورة هيقدر إن هو دايما يلعب الكورة في دار الديفنز حتى من مكانه ودي قوة معلول هيقدر إن هو يعمل لك كروس إيرلي كروس من بدري يسبب لك مشكلة لأنه عنده كواليتي عنده كواليتي وهو رجليه معه الكورة إنما وقفت الديفنز هي أساس المشكلة وقفت الديفنز هنا الرجل ده لازم يبقى هنا عارفين الخطوطين دول خلاص هيلعى عبدالقادر لكن عبدالقادر اتحرك كويس قوي قوي وعجبني جدا الفينيشن بعد عبدالقادر إن هو لما دخل له جوه بص الجون إيه البصة هي البصة دي الجون دي على فكرة مش سهل لأن الكورة بتنط والاتفاعة صعب حطها ببطن رجله حلوة قوي 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 كمل يا جمال ده ده في التقدم يعني من للنادي الأهلي ولكن الأهلي يعني طبعا فارقه قدر إن هو يرجع قدر إن هو يرجع عايزين نشوف يا جماعة جول جول التعادل بتاع أحمد شريف وجول حلوة قوي برضو فيه تحرك جيد جدا يعني جول التعادل شكري نجيب كرة لعبت شكري حطها كويس قوي لأحمد شريف أقف طبعا فنش حلو قوي قوي من أحمد شريف وعلى فكرة يا جماعة لو قال ده أحمد شريف ده موليد 2003 موليد 2003 ده لعيب صغير يعني يعتبر دلوقتي صغير اللعيب كويس قوي بتحرك كويس قوي ولعيب من المهاجمين المميزين في الدولة المصري أحمد شريف إنما النهاردة يعني النهاردة الكرة يعني فيها أخطاء كبيرة جدا برضو من الدفنس ومن الشناوي كرة لعبت أقف ها هايزين نرجع بالكرة من الأول قبل الإعادة لو سيسر صحيح بالأول خالص من الجولة عادي في الحركة حركة بتاعتنا ده طبعا هدف عبدالقادر هنرجع تاني هنبص على هدف التعادل اللي فاركه آسف اه اشتغل اقف اقف فيش يا جماعة فرقة كرة كبيرة بتلعب على الطولة يبقى ده أنا عايز أرجع لي بس فيش فرقة كرة كبيرة يبقى ده الشكل ان ده السلية طالق بره اللعب وديانجي موجود هنا ديانجي موجود في الحتة دي ديانجي والسلية في اربعة اتنين ثلاثة واحد لازم يبقفين جنب بعض مش على خط واحد اه لكن فين الشيب بتاع فرقة الأهلي فين الشيب يعني ايه الشيب الوقفة الدفاعية بتاعت اللعيبة بتاعت فرقة الأهلي كلها غلط كلها غلط وانا بكلمكم ايه انا بقول لكم أخطاء الأهلي هو بيكسب بقول لكم أخطاء الأهلي هو بيكسب في النهاردة هرجع بالكرة تاني مع السيد ياسل معلش نرجع تاني نرجع تاني اوقف النهاردة اوقف عمر ما فيه فرقة جبيرة بتلعب على الطولة يبقى ده شكل نص ملعبه السلية والديانجي هنا والناس بتلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد ده مش موجود في الكرة مش موجود في الكرة الكرة تلعبت السلية الدرب مفيش اي ربط ما بين ديانجي والسلية اشتغل هاني بعيد طبعا مفيش ضغط شوكري نجيب دخل اشتغل مع الراجل سندهاله حطهاله مفيش اي حماية للديفنس اوقف هنا الجن ده ما يخشش في الجن مراوحة في مصر الجن ده ما يخشش في الدايقة كده في الجن مراوحة في مصر في جن منتخب مصر الاساسي ما يخشش ابدا الجن ده غلطت وقفة وقفة بتاعت نص الملعب وبتاعت طبعا النهاني ما بيتغطش وبتاعت كل حاجة لكن انا خمسين في المية منه الشناوي الراجل اقف اشتغل اوف ما ينفعش تخش شنو فيك في الزوية دي من الحتة دي جن مصر من امرواحد والمسافة بعيدة مش قريبة وتخش هنا في الزوية الدايقة الجن ده 50% شيله الشنو وانت حجم الاتنين يقيم الشنو ان هو الحارس الاساسي لمتخب مصر والجن امرواحد يقيمه ان هو حارس عادي الواقع بيقول ايه الواقع بيقول ان الشنو الحارس الاساسي لمتخب مصر حارس الاول لمصر حارس الاول لمصر دي ما تخشش فيه ابدا من الحتة دي ابدا بتاعته بتاعته لكن مش عايز الكلام على الشناوي يشيل من احمد شريف جول حلوة قوي ورجعوا طبعا فارقوا فضلوا صمدين فضلوا صمدين الى طبعا الدقائق الدقائق الاخيرة باكت مرة تانية ان فيه مشكلة كبيرة جدا في الاهلي في الوقفة الدفاعية وفيه الشناوي موت شريفا كان كويس جدا فيه تزبزب في مستوى الشناوي خلينا نقول القرى دي ما تخشش من الحتة دي صعب قوي صعب خشش في جون صغير اه جون ما عندوش خبرة انها من حارس الاساسي المنتخب مصر لا طبعا الاهلي حاول وحاول وحاول وطبعا يعني كانين فوقات بتحرك كويس قوي قوي في ظهر الديفنس في الحتة دي بتحرك كويس دي الكرة التسلل اللي كان فيها اعتراض اعتراض يعني اعتراض كبير اعتراض كبير لكن في اي ار اكد ان الكرة ان الكرة بدايتها كان فيها تسلل نكمل وقت ام ده الجون رجع لي بقى من الجون من الاول صعري طبعا الكرة تلعت كورنر اااااااااااااا عبدالع عبدالقاف كرة تلعبت طبعا حسين الشحقت الاختار ان هو يلعب كرة قصيرة وتلعبت له مرة تانية الناس خرجت تلعبت له تانية حسين وقفها مفيش ضغط عملها حلوة اوي حسين شافيين اف انا عايز اخترك حسين نابس هنا زكاء الرجل البعيد اللي هناك اللي عامل السيستمين يا جماعة قولولي بعد ازنوكو برونو سافيو بصوا الرجل بيشاور ازاي واقف ساحب نفسه متدوشة وبيشاور لحسين انا عايزكم ترجعوا سنة عشان بيشاور شايف هي دي بقى شايف شايف بيشاور له ازاي ده زكاء برونو سافيو ان هو ساحب نفسه ساحب نفسه بره الزحمة خالص وحسين عملها حلوة اوي على الزاوية البعيدة شايلها من فوق الناس طبعا سوق تمركز من كل الديفنس بتاع فارقه كرة حسين هنا وقف وبص زكاء برونو سافيو ان هو ما دخلش نفسه في وسط الزحمة دي هو عارف ان هو رجل ما بلعبش بداخو كويس لكن الرجل بيعافي فكر فكر كويس كرة تلعبت شالت على الزاوية البعيدة يلا تكمل تردد مرة تانية طبعا حرس المرمة يعني رجل طلع نفسه بره اللعب لكن هدف مهم جدا للأهلي وهدف لمحمد شريف مهم جدا لأهلي أمام فريق صعب أمام فريق صعب كان ممكن فيه حاجات كتيرة جدا ما تتقلش لو ماتش كان خلص بالتعادل ولكن انتو عارفين دايما النتيجة يعني صعب يبقى فيها سوق توفيق ولكن احنا شغلتنا نحلل فنيا الناس بتشتغل الناس ايه التفاصيل ايه التفاصيل والاهتمام بالتفاصيل السوارة لكن فوز مهم جدا للنادي الأهلي مبروك للأهلي فوز رغم يعني ممكن يكون مش أحسن أداء وأكيد الأهلوية كلهم بيقولوا نفس الكلام فيه قلق فيه خوف ولكن الفوز مهم مهم ان انت تكسب وانت مش فيه أحسن حالاتك مهم ان انت تكسب مش فيه أحسن حالاتك نروح لماتش الزمالك نروح الزمالك وطلع الجيش طيب الزمالك الزمالك وماتش الزمالك عنوانه روح البطل الزمالك بيلعب بروح السنتين اللي فاتوا حصل مشاكل في بداية الدورة احنا كنا متوقعنا وحصل النزول بالكرب نزل بتاع مستوى الفرقة لكن فيه إصرار وروح عالية جداً جوه نات الزمالك الزمالك مش هيفرد في بطولة الدورة بسهولة مش هيفرد فيها بسهولة عنده لعيبة وعنده جهاز مازالوا جعانين عنده لعيبة وجهاز جعانين وطبعاً اللعيبة وجهاز بياخدوا شخصيتهم من الإدارة الإدارة جعانة لسه عايزة تكسب بطولات تاني عايزة تكسب تالت دورة على التوالي وده مترجم في الملعب اللعيبة بتلعب بنفس الجدية من أول ثانية لآخر ثانية بنفس الجدية طبعاً يوسف أسامة نبيها جاب جل حلو أول جل يعني اطمئنان للزمالك ده قدامنا جمهور الزمالك العظيم طبعاً على سيد القاهرة ملعب الزمالك المفضل صعباً مش سهل على حرس الحدود ولا كابتان أحمد أيوب يعني ربنا يكون فعوله ده طبعاً في بداية المباراة عواد واقف على رجله عواد ما بيتهزش بسهولة ده الهدف فتوح دخله جواك كرة لعبة بين الخطوط كويس جداً يوسف جل بتاع العيب كبير جل بتاع العيب كبير أو الاستلام باللفة بالبصة بالن هو يحطها في الهتة دي دي بتاعت العيب كبير أو مشروع العيب كبير مش عايز أقول العيب كبير يعني دلوقتي لكن مشروع العيب كبير لكن عجبني يوسف أسامة نبيه وشخصيته وعقليته أنا حاس أنه متزن عنده توازن نفسي كبير جل حلو قوي بتاع العيب كبير طبعاً محاولات للحرس فتوح فتوح تاني كرة اللي فاتت أنا كان لها يعني فتوح والزمالك معاك كرة هاي عنده مشاكل دفعية كبيرة جداً في التقطية العكسية وفي ظهره أي حد بتحرك في ظهره وقفته فيها مشكلة لازم لازم تتعالج لازم تتعالج بص الكرة الرجل يعني الرجل قدامك والكرة قدامك إزاي الرجل يجري في ظهرك بالشكل ده يعني بقى يعني لازم فتوح يعالج الحتة دي وأنا بقى على فكرة كل اللي عيب أدول يعني إخواتي الصغارين ولما بقول حاجة في التلفزيون ما بقاش القصد منها الهجوم زي ما ما فيش قصد هجوم على رابي صبري ولا بتاع لكن دي تمركزات دفعية ماينفعش باكليفت الأساسي زي ما قلت على الشناوي برضو ماينفعش باكليفت الأساسي بتاع منتخب مصر المفروض فتوح صح؟ النهاردة الكرة في الحتة دي ما تتلعيبش بضعرك كده حاجات كلها لازم تتعالج في الأهلي وفي الزمالك أنا بقولكو بقولكو عليها نروح تاني نكمل يعني طبعا نروح على يعني طبعا ده الشرط الأولاني انتهى الشرط الأولاني في الشرط التاني زيزه في الدقيقة 55 دي طبعا الكرة دي خطر قوي طبعا عواد تعمل معاه بشكل كويس خطر حجمة مرتدة حلوة قوي من إمام عشور لزيزو حطاها حلوة قوي زيزو ورضو هنا مفيش حارس معلش محترامي حارس دوري ممتاز كرة تخش فيه بالشكل ده في الدقيقة بالشكل ده الراجل طبعا زيزو دائك عليه سكرة حلوة قوي من إمام قوي وزيزو العيب كبير دخل ووقف وبص حطاها في القريبة الراجل طبعا حارس المرمى لها بعد توقع لعب على التوقع وأن يزيزو يحطها في البقيدة زي بالضبط لما حصل في جونش الكبالة هو لعب على التوقع لكن يزيزو كان زكي حطاها له أفلهله يعني أفلهله بشكل كويس جدا هنا طبعا محاولات الزمالك والزمالك فرقة جامدة دونجة رجع لي أكورة دي لأسؤالي دا جلش الكبالة لكن أنا عايز ألكعلوكم الأول على دونجة أصلا عايز أتكلم على دونجة دونجة في كل دقيقة بيلعبها مع الزمالك لغاية دلوقتي ظهر بشكل كويس جدا ودى النص الملعب بتاع الزمالك مختلف ودى النص الملعب الزمالك كوالتي مختلف دا المطلوب من دونجة وهو معاك كورة هو معه شكورة العيب عنده شخصية العيب كان عنده بعض المشاكل في بيرمتز أنا معاكو في التمركزات وعنده مشاكل في حماية نص الملعب بيطلع برا قلب الملعب كتير كل الحاجات دي مع فريرة هتتعالج إن فريرة مدرب بيهتم بالتفاصيل الصغارة وإنت معاك شكورة تعمل إيه دا طبعا هدف شيكابالا تحرك زيزو مرة تانية يعني كوبي بيست من الكرة التانية زيزو بص على شيكابالا بصوا بقى شيكابالا لا حدش يارف يعمل في مصر الكلام دا لشكابالا بس بس بش حد غيره جول تريد مارك شيكابالا طب هتقول لي طب شيكابالا بيلعبها في البيضة على طول هو اللجوان اللي بيجيبها هو بيلعبها في البيضة دي هو اللي خلط الجول كيبر إنه هو يقرأ يقرأ إن الرجل يلعبها في البيضة برضو الجول لاب على التوقع الجول لاب أو الجول كيبر لاب على التوقع بعد كده ضربت كورة حلوة قوي قوي تمام عشور العيب جامد وزيزو شيكا الزمالك عنده لعيبة ومفاتيح لاب أي مدرب يتمنى أنه يكون عنده لعيبة دي لكن كل دا ماينفعش يشتغل مع بعض بدون وجود مدرب كبير ووجود نظام في الفريق الزمالك عنده نظام في الفريق وهنتكلم بالتفصيل والتاكتكس على الزمالك نهاردة فريرا لعب إزاي وغير طريقة اللعب وغير طريقة اللعب إليه دا هنتكلمه مع الكابتن محمد صلاح والكابتن رامي سعيد بعد الفاصل جهد أربية الجزاء إمام عشور عايز يخش شطه عايز يخش شطه عايز ياخد حتة متطرطة لأنه هو لعب ماتش كويس لعب ماتش كويس ونفسه أنه هو يتوج مجهوده بهدف دا طبعا زيزو حطار رجل تصدد زيزو مكمل وعنده إصرار عشان تبقى أربعة عشان تبقى أربعة لكن هنا أنا اللي احتفال طبعا الشهير احتفال دولي الموسم الماضي ما بين زيزو وشيكوالا لكن هنا عايز أرجع لكو على موضوع إمام عشور وهتكلم فيه في أكتر من نقطة أول حاجة مافيش مشكلة إمام يعني شاف إن اللي شكور عالي وإن خلاص ناقص دقايق طب سيبوني أخش شط أنا فاهم جدا إمام جاي منه لكن عجبني جدا في موضوع إمام عشور تصرف زيزو تصرف زيزو لو شفته هتلاقوا إن زيزو رح أقيله إيه لأ فيه نظام وفيه سيستم أنا 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 اللي هخش أشوط رجعني تاني يا أستاذ يا سلاسح أنا اللي هخش أشوط زيزو أنا هخش أشوط انسى آيا كان بقى نتيجة 3-4 ده حاجة بتاعتي أنا لو طالما أن أنا مش عايز أسيبها مش أسيبها وهنا شخصية زيزو عجبني جدا زيزو صح آآ آآ بعد كده عجبني جدا كلام فريرة في المؤتمر الصحفي فريرة لما تسأل على الموضوع قال يعني بكل بساطة إن إيه كل الناس كانت عايزة تشوت الكرة تسدد ضربة الجزاء حتى أنا وضحك لكن إحنا عندنا نظام إن فيه آآ نمر واحد ونمر اتنين ونمر تلاتة نمر واحد موجود في الملعب هو اللي هشط هو اللي هشط وهنا فريرة ده كلام فريرة برجو خلي بالكم بقى خلي بالكم آآ آآ عايزين نتكلم يعني طبعا فريرة قالك إيه لدينا لعبين جدد في الفريق وما زالوا في مرحلة الانسجام أممنا بعض الوقت قايا نصل إلى المستوى الذي نريده ده كلام فريرة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة مباراة اليوم لا ترضيني على اللعبين إدراك ضرورة القتال طوال اللقاء وضغط المباراة يدفعني باستخدام كل العناصر بالفريق الرجل بيعمل روتاشن وبيغير وبيرايح يعني هو عنده فكر وراجل شايف اللعيه بقى وكل يوم معاه هو اللعلم يجي بقى الحتة دي اتكلم على طلب إمام عشور تزديد راكلة الجزاء الكل كان يريد تزديد قال لكل ناس هكرا عايزة تشتوى حتى أنا وضحك خاصة النتيجة كبيرة فريرة والوقت متأخ وهيبقى فيه وقت يشوت امام وشوت الوقت يشوت رؤى وباقي اللعيبة لكن هناك ترتيب متفق عليه للتزديد فيه نظام فيه سيستم رسالة بيوجهها للعيبة حتى لو انتم كسبانين تلاتة اربعة لازم تمشوا على ايه على السيستم بتاعي فريرة فريرة بيوصل رسالة اللعيبة ان اول حاجة في كلام وان من اول ديها لغاية اخر ديها لازم تقاتل حتى لو انت كسبان سكور ومش معنى ان انت كسبان سكور ان انت تبوازني السيستم وتخرج برا النظام فيه نظام مين الناس اللي هتشوت هي اللي هتشوت فريرة بزكاء كبير جدا في المؤتمر الصحفي مضخمش الامور موقف حصل الدنيا خلصت ايه ده طب في مكان عندي ماتشات جاية هي دي قوة فريرة ان هو بيوصل رسالة للعيبة على فكرة ممكن يكون فريرة عنف امام عشور في قط اللبس بس ما بينه وما بين لعبته ما بينه وما بين لعبته وهنا عايز اقرنلكو بين موقف فريرة وما بين موقف كولر مع موقف كولر مع افشة في الماتش اللي فات وموقف فريرة مع امام عشور اقولكو ايه الفرق انا هوريكو هقولكو المدربين بيفكروا ازاي كولر خد طريق واختار ان هو يعنف افشة في الاعلام او يطلع افشة على المسرح بالبلد كده بالكلام اللي قاله في المؤتمر وبعد كده باعلان العقوبة ان في عقوبة اختار ان هو يطلع افشة على المسرح والناعة التانية فريرة فريرة طفة مكان هدى اللعب ايه الفرق بين الاتنين اول حاجة اول حاجة ان نتكتو المباراة المباراة الاخيرة انتهت بالتعادل تصدقوني ممكن يكون كولر لو كانت الفرقة كذبت كان ممكن يقول كلام تاني او ما كانش يتكلم لكن انتهاء المباراة بالتعادل واصرار افشة على تسديد ضربة الجزاء رغب ان هو مش مسدد الاول خلت ان كولر يتكلم ان احد تانية ففريرة مفيش مشكلة عنده ده نمرة واحد نمرة واحد نمرة اتنين والاهم ان فريرة بقاله فترة طويلة مع لعبة الزمالك مش محتاج يوصل لهم رسالة ان انا شخصيتي قوية وان انا كذا مش محتاج خلاص هو اللعبة عارفة كويس اول ان الراجل ده بالبصة لازم يسمعه كلامه اما ملوش مكان في الملعب في مواقف كتيرة هو بنا بنا الفكرة دي عند اللعيبة كولر لسه كولر لسه بيوصل للعيبة بيقولهم انا هنا الامر الناهي هتطلع مرة النظام بتاعي مش هباليك مكان عندي وهتتعاقب هو اختار ليه ان هو يعمل الكلام ده على الملع او في الاعلام عشان هو محتاج ان هو يوصل لرسالة دي ما تكونش رسالة صفت تبقى رسالة قصية انا هتطلعك عن مصرح اخر مرة تعمل كده معايا ده صح خلي بالكم وده صح فيه ناس تقولك كولر كان لازم يقفل لا عادي ممكن فوقت ان الوقت ان المدرب يستغل الاعلام في ان هو يضغط على اللعيب وان هو يوصل رسالة اللعيبته زي ما مورينيو بيعمل ما مورينيو طول عمره بيعمل كده فوقات معينة مدروسة على دلوقتي في النحلة النفسية عايز ان انا اخد رد فعل من قط اللبس عايز اخد رد فعل من اللعيبة هو ده اللي كولر عمله من خلال افشا ناحة تانية فريرة راجل مش محتاج الكلام ده لان هو قريدي خلاص كل العيدة الزمالك جربت معاه جربوا اللعيبة دي يا جامعة بتجرب المدربين بتشوفوا ايه ايه قصته هيفوتلي مش هيفوتلي هيعمل نفسه مش وخباله ورد فعله ايه كل اللعيبة اللي اتوا شايفينها بزمانك دول جربوا مع فريرة وكلهم بلا استثناء خدوا على دماغهم فالنهاردة فريرة في موقف مش محتاج يثبت للعيبة ان هو ان هو شخصية قوية كولر لا لسه لعيبت الاهلي بتجربوا لسه لعيبت الاهلي بتجربوا فرحمة اقول لهم لا انا كمان اللي هيخرج برا السيستم بتاعي هياخد على دماغهم رجل اللي لسه محتاج يوصل رسائل ده الفرق ما من الموقفين مش محاجش ياخدكو في حاجات بعيدة وبرضو محاجش ياخدكو في حاجات تانية يقولك ان ان السبب الرئيسي في العقوبة على قفشة ما كانتش ضربة الجزاء لا كانت ضربة الجزاء كانت ضربة انا منشوف العيبة بتنزل ستوريز وبتاع وانا اجبتلكو الدليل قطع انبارح ان كل القرارات السابقة قبل كده كان بيبقى كابتن سيد عبد الحفيز او القرار اداري العقوبة دي تم الاعلان عنها ان هو الجهاز الفني الجهاز الفني يقرر عقوبة عقوبة يوم فوز الكبار وفوز مهم جدا ليل اسماعيلي وليل طبعا طلاق الجيش مبروك كابتن محمد يوسف فوز مهم جدا وطبعا للاهلي وفوز مهم جدا الف مبروك للاهلي وفوز للزمالك فوز كبير الف مبروك لجمهور الزمالك عايزة ارجعلكو قبل ما اطلع فاصل وقبل ما ينضميليك كابتن محمد صلاح والكابتن رامي سعيد عايزة اتكلمكم النهاردة في حاجة حصلت فيه ماتش الزمالك انتو عارفين ان في كل ماتش بعد الماتش الربطة بتختار من اف داماتش او رجل المباراة واللعيبة بتطلع اللعيبة اللي تم اختياره بيطلع يختار بياخد جايزة رجل المباراة وموضوع عادي انتو مالنهاردة في الزمالك اللي حصل ان زيزه والزمالك رفض ان يبقى فيه لعيبة من عنده ياخده جايزة رجل المباراة او ان هو يستلم جايزة رجل المباراة السبب الرئيسي ان اعتراض الزمالك على الشكل اللي محمول به تصويت الجايزة بتاعت جايزة بتاعت الاسبوع بتاعت جايزة يعني جايزة لعب الاسبوع وبناء عليه زيزه خد تعليمات من امير مرتادة ان هو ما يطلعش ان هو يستلم يستلم الجايزة وهنا انا دايما برضو بشوف اللي احنا بنعمله صح ولا غلط ويه اللي احنا مفروض نعدله انا رايي ان موضوع جايزة لعب الاسبوع ده لازم يتم اشراك الجماهير فيها بكن اشراك الجماهير يبقى بنسبة سوية ويبقى فيه لجنة من اساطير كرة القدم واساطير الدولة المصري يبقوا كلهم كل واحد بالرسالة رسالة بيبعتها لك بيقول لك رجل الاسبوع هو الشناوي هو زيزه هو ايا كم مين صالح جمعة مياه وانور ايا كم مين ويبقى فيه برسنتج او نسبة مبنية على صوت الجماهير لكن النسبة دي متعديش عشرة خمستاشر في المية والاساطير دول مثلا عشرة بيبعتوا يكتبوا كذا 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 وانت بلقى على التصويت بتختار هو ده اللي بيحسن في العالم كله يا جمعة فيش في العالم كله حد بيخلي ان الجمهور بس دي اسماية بقى جايز الجمهور دي حاجة تانية ملاش علقها بقى بالربطة طب انا انا متأكد ان فيه دلوقتي ناس بتفرج عليها تقولك يا عم ميدو انت بتفتي كل شوية بقى تقول لنا بقى وتطلع علينا وبتاع والله انا ما بختريش العجلة ولا بفتي انا هوريكو دلوقتي البريمير الليك بيختار لعقيب الشهر ازاي بيختاره ازاي اهو كيف يتم اختيار جائزة لعب الشهر في الدورية الانجليزي شوفوا الناس بتشتغل ازاي طبعا عندهم لجنة خبراء بتضم 30 اسما من النجوم السابقين من الاساطير زي ما انا بقول لكم ابرزهم طبعا ألان شيرر جيمي كارجر ريو فردمند رايان جيجز جاري نيفل ايان رايت هاري ريدنب جيمي ريدنب اسماع كتيرة اسماع كتيرة طبعا بيتامت تام التقسيم ازاي بقى اه اول حاجة تصويت قادة جميع فرق البريمير ليج تصويت الجمهور ما بيعديش 10% هو 10% الجمهور شايفين يا جماعة انا جبتلكو نموذج والموديل بتاع البريمير ليج عشان محدش انا متأكد ان فيه ناس تفرج عليها يقول ميدو انت بتعمل لا انا بقولكو الناس تشتغل ازاي لعب الشهر في البريمير ليج انا جبتلكو اهو 10% تصويت الجمهور الباقي كله باقي كله لجنة خبراء ولجنة اجيب بقى النهاردة اسماء كل الاسماء الدوري المصري مليان اساطير ويعمل تدوع وتوازن ثلاثة ساي مسلا لو هتعمل مثلا 20 اسطورة 20 لجند جيب تنم الزمالك تنم الاهلي تنم الاسماعيلي تنم الاتحاد تنم المصري كذا يعني طبعا كل الاندية للناس اللي ليهم تاريخ كبير واعمل ان الناس دي بتصوت بتبعتلك تقول لك ان نمرة واحد فلان نمرة اتنين نمرة ثلاثة فلان وتقعد تعمل الكالكوليشنز بتاعتك والحسابات بتاعتك فبالتالي وبرضه جيب سوى تصويت الجمهور ادي 10% واعمل حسبتك واقول ان رجل الاسبوع كده يبقى انت كده ايه؟ اول حاجة خرقت نفسك من مشكلة ابعد عن المشاكل ده نمرة واحد نمرة اتنين ان انت بقى فيه عدل الموضوع انه موضوع ان الناس بتختاره وتبقى متأكد ان الاسماء اللي بتختار دي ما تبقاش اسماء من الاسماء الناس اللي بتطلع في التليفزيون وكل همهم ان هم يعملوا ارضاء جباهينا ديهم فقط بغض النظر على اللي بيقولوا ده حقا ولا مش حقا مش مشكلة المهم ان انا الناس تشوفني والناس يبقى انا واخد كل العنوين واليدلاينز والترند تعقبت عن الناس دي الناس دي معروفة الناس دي ايه؟ يبقى انت اعملتش حاجة هيغرقوك اعملتش حاجة هيغرقوك ندق الى ربطة الاندية ندق الى ربطة الاندية احنا مش عايزين مشاكل نهاردة احنا عايزين يبقى فيه سيستم اعمل حضرتك لجنة من عشر افراد فيه كباتين كباتين الكبار كلهم يعني كلهم ناس يعني ربنا يديهم الصحة جيب كده ناس عشر افراد يختاروا جولة بتاك الاسبوع وكون انت متأكد ان هم الناس دي فعلا الناس عندهم عدل ما يكونش ان هم ناس اللي هم بتطلع الناس اللي بتطلع تبيع بتبيع وخلاص بتبيع كلام وخلاص دول هيغرقوك اختار عشر اسماء العشر اسماء دول يعملوك تصويت زي ما بيحصل في انجلترا في بريميال ليج وارجوكو بلاش جولة الاسبوع خلوها لاعب الشهر خلوها لاعب الشهر ومدرب الشهر مش قصة موضوع بسيط وانا جبتلكم الموديل ازاي الناس بتشتغل في انجلترا في بريميال ليج خلدنا وارينا والشباب بتوفرين الاعداد اشتغلوا عشان نورد حضراتكم الحقيقة فين الحقيقة فين عشان يبقى فيه عدل وعشان يبقى فيه كلام مصبوط طبعا تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون ضيوفي الكبات من الكبار الكابتن محمد صلاح والكابتن رامي سعيد موسيقى 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 كابتن رامي سعيد اول فوز من 8 جولات ولكن يعني ايه اللي حراك شايفه تغير حقق الفوز النهاردة للنادي الاسماعيلي. يعني مراحب ممكن اقول الرغبة في الفوز لان الموضوع زاد على حده فيه خوف اللي يحصل زي الساني فاتت انا فرحان ان ان شاء الله تكون بداية الاسماعيلي. زي ما بدأوا النهاردة مفروض ان ينهوا ان شاء الله. لكن لسه الاسماعيلي مش هو الاسماعيلي. ولسه يعني احساسي ما فيش استقرار من الناحة الفنية. فنية ولا ادارية. لا الفنية بتجي ازاي من بره. يعني انا لما حضاكت اجيبني امرن. لو مش من الديني الصقة. والاحساسة ان انا حاوض على طول غير ما تديني احساسة ان انا كل ماتش. اكسب حاوض اخسر وتعادل ممكن امشي. او يجي جاز جديد. الاستقرار ده بيعمله الناحة الادارية. اتمنى انها تكون بجدية ويسيبوا الناس للشغل لغاية نهاية الموسيقى. وبعينها السابق. لان طول ما انت بتلعب على ماتش. ممكن انت. انت هجل بتطالب ان كابتن ايمان الجمل يفضل مستمر. اه. ان بعد مباراة اليوم. ولا يستنى مثلا ماتش تاني. ولا ايه احنا عايزين نطور تفكيرنا ان اللي بيدرب ده ده انسان. صحيح. معرض لثلاث حاجات. الخسارة فوز وتعادل. مجيش تضغط عليه. لان اللعيب فيه لعيبة انا سمعت حداك بتقول. ان فيه واحد اللعيبة بتجرب تشوف المدرب ده. فيه واحد ما بلعبش يقول لك ان شاء الله حيمش بماتش الجاي. مثلا. اه. يكون ليه حد في الادارة يكلمه. فالاستقرار ده من الادارة المدير. دعم. دعم. انت قاعد. دعم. ومهما حصل انت قاعد. بس. هتلاقي فيه استقرار في اللعيبة. اللعيبة كلها بتجتهد. كله بقى ابتدى ايه. يحس ان المدرب هيقض. وفيازم هاشتغل عشان يلعب. صحيح. مش هيتقل على حد ثاني. صحيح. كابتن رامي يعني بنفس كلامنا عن. يعني كابتن محمد الكلام عن اسماعيل اللي عايز اخدك لامبي. النهار ده امبي لاخده قرار بالتغيير. وقالت الكابتن او راح ايه لكابتن احمد كوشري. انت شايف يعني الموقف ازاي في امبي. خاصة ان كابتن كوشري واحد من المدربين المميزين جدا. وهو اللي بنى الفرقة. هو اللي عمل فاطة اداد مع الفرقة. انت مش شايف ان التغيير ده فيه مخاطرة. وفيز تعجيل يعني هو فيه مخاطرة وفيز تعجيل. احنا لسه برضه في قول الدوري. وبلاقي حاجات كتير يعني يا كابتن ميدو. وبلاقي تغييرات بسرعة وتغييرات بدري. ولسه يعني لسه بدري جدا يعني. كبولنا جماعة كده للمدربين اللي مشوا الغد وقت يبقى لكم. كتير يعني. لانا اجيب لكم. اه. فدي بعض. يعني اه. يعني دي حاجة يعني انا شايفها يعني مش كويسة يعني. يعني لسه بدري يعني على المواقف دي. لكن انبي هو مش انبي يعني عشان ابقى واضح معك. انبي ممكن انا كنت امتبع انبي حتى قبل ما المسم يبتدي كنت امتبعهم كان فيه مراد دي مع الماولين عندنا في الماولين. واتفرقت عليهم. لا مش انبي خالص يعني. لازم انا كنت شايف انبي مع كابتن حلمي كانوا احسن من كده بكتير. لكن. لا تغيير كابتن حلمي اربك النادي. انا شايف ان الكابتن حلمي كان لازم متواجد مع انبي لو كان ماشي في فترة كويسة جدا معهم. نتاجهم كان كويسة جدا بيقدم مباريات معاهل وزمالك كمان مباريات على مستوى عالي. فاني انا شايفه انبي يعني لازم يعودوا مع اللعيبة شوية. حيث التغيير يعني برضو كانوا يزبروا شوية عكبتن كوشري. مايستعجلوش. لان انا من الناس اللي بحبش تغريات بدري يعني. تغريات بدري في الموسم لسه بدري عليه جدا. ويتغير دي بتعمل دربكة في في فرقة يعني. فانا الحتة غير دي انا ما بحبها شيء. صحيح وهي كابتن يعني اي مدرب جديد بيجي لك اول حاجة بيقولها لك بيقولك والله مش هلا اللي باني الفرقة دي. ديني وقتي. فده برضو مخطرة كبيرة. صح. شوف اميد. حتى مافيش انا عشان انا مدربين. مافيش حد بيحمي المدرب. يعني هي السلع الوحيدة الرخيصة. او الحلقة الوحيدة او الحلقة الاضعف. الاضعف. فعلا بجد. ماشي ده وهات ده. حتى القانون او القانون اللي تتعامل. من الربطة. مش بتنفس. او بيمشي على ناس واسلام. في مليون طريقة ان انت تيجي حواليها يا. ماشي. بتتراضي. اه. لكن على الاقل على الاقل. لما انا امسك اي حد فين امسك فرقة. من غير عقد. لازم الاتحاد يلزم النادي. بان يكون في عقد او في شرط جزائي. يعرف في البنود العادي ايه اللي بين المدرب والنادي. ولما تيجي تمشي او هو النادي يمشيك. في فرق كبير جدا. المدرب لو مشي. ماشي الشغل في حتة تاني. طيب ونك اسألك سؤال. اه. فضل. وبجد انا عايزك تفكر الموضوع ده. انت ليه كابتن محمد النهاردة زي ما فيه نقابة للأطباء. وفيه نقابة للمهندسين. وفيه نقابة لكل يعني كل مهنة لها النقابة بتاعتها. لقابة موسيقيين. لقابة اي كان. ليه بيبقاش فيه نقابة للمدربين يا خاتة محمد. انت النهاردة بتتكلم على حقوق المدربين. النهاردة مين يجيب حقوق المدربين. خيرا نقول النهاردة ان فيه مدربين في الدراغة التانية والتالتة. مدربين امكانياتهم لا تسمح لهم. او موقفهم لا يسمح لهم يا خاتة الرامي. انهم يتشرطوا. يعني فيه مدربين كبار. بيقعد يقولك انا هو قاعد رجل انا ياخد كزا. انا الشرط الجزائي بتاعي كزا. لكن النهاردة لما نيجي نبص فيه مدربين كتير يا خاتة ما عندهمش الامكانية دي. صح. هو عايز يشتغل. صح. صح. ليه يا خاتة الكباتين الكبار بتوعنا يعني كلهم حضرتك والكباتين الكبار وكابتن مختار الكباتين الكبار كلهم كابتن أبورجيلا. ليه بتعملش نقابة للمدربين. ويبقى فيه ناس بتحمي حقوق المدربين والقوانين والقوايح وهي اللي تاخد حقوق المدربين. ليه مانفكرش كده. ميلي يعملها? نقابة تتعامل. نقابة. لقا. لقا. يعني حجم الدولة. لقا. مش مننا. لقا. حضراتكم تتحركوا. ماشي. تتقدموا بطلب. وانا اقولها حركة شاب الرياضة. بتتقدموا بطلب دكتور شقاشة في صبحي. بانشاء نقابة للمدربين وتكوين نقابة للمدربين. مجلسها كزا. مجلس النقابة كزا. وتقدم اقتراح. الاقتراح ده يتقامل ويبقى فيه نقابة مدربين زي ما فيها يا كابتن لكل المهنة التانية. او المدرب ده مش مهنة. ماشي. انت تتبع مزارة الشباب الرياضة وبيطلع عليك كرنية وتدفع فلوس. خلاص. مهاش بيستعر فيك. عشان كده لازم يقفين نقابة يا كابتن. ماشي مهاشي. النقابة دي هتحميك. ان انت بقت العضو في النقابة. حلو ياه. هتعمل لك كرنية. عشان كرنية. مهاشي. لكن الاتحاد الكرة يجب ان يحميك. انت مش يحميك كابتن طول ما انت مش موضي عقدة يا رم. لا معك عقد. اتحاد الكرة عقود. لا لا ومعك عقد. كابتن 70% من العقودة يا كابتن. المدربين بتشتغل من غير عقودة يا كابتن. ماشي. ما بصش. ما انت عارف عن حال في الممتاز بيه. وال30% عقودة في الاتحاد الكرة مثلا. او. انت بتطلع علي كرنية ليه. على اي اساس. ان انا في الهيئة في حتة الفنية. في النادي الفناني. ده كرنية ايه خلت. انا انا اسمع الكرنية ده. بتعلى انت اساسا انت مدير فن الفرقة الفنانية. تحضر المطشط بالكرنية. كرنية في الاتحاد. اتحاد الكرة. اه ماشي. كرنية بس ده انا بتكلم على. ده اثبات ان انا عندك. طبعا طبعا. لكن النقابة حلوة. كويس. بس بص كابتن ميدو برضو عشان انا بقول احنا احنا كمان زومة برياضية انا مش مبسوط بها. انا عشان اكلمك بوضوء احيان. احنا في حاجات مغيبين. يعني في حاجات كتير بعيدة عندنا ككورة. كمصر. كعندك امكانيات في الكورة. كعندك جمهور. كعندك في حاجات كتير احنا ما بنتعلمش. يعني احنا اتفرج على كاس العالم. وتفرج على المباريات كاس العالم. وتفرج على الاستفادة. اتفرج على الجمهور. اتفرج على الحكام. اتفرج على اللعيبة. اتفرج على مدرين فنيين. مدارب بيخسر قبل بنائي. ما بيعملش مشكلة. ما بيعملش يتنرفز يتنطط. احنا في منظومة انا مش مبسوط بيها. طبعا عندنا مشاكل. يعني يا كابتن ميدو معه لازم. انت 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 هتنجح ازاي? لو خدت الموضوع يا كابتن رامي بص بصت له النظرة الواسعة دي. مش طرف تحل حاجة. انت لازم يعني ايه? وانت بتحل. يبقى عندك قضايا. قضايا قضايا تمسكها تحلها. فلان مسؤول على الملف ده. وانت انت مش موجود في كاس عالم. ايه اللي انت استفدته عشان ابقى موجود في كاس عالم? ايه اللي انا استفاده. انه يبقى عندك خطة. طبعا خطة وعملها ويبقى فيه بقى حاجة ايه? مفيش مجاملات. يعني في حاجة حب البلدك. يعني الواحد كان فرحان بمنتخب المغرب ليه. الواحد برضو عربي. مصري بس برضو الواحد زعلان ان مصري مش موجودة. طبع. يعني انت فاهم بس الواحد متعاطف معاهم. احنا كان نفسينا نبقى موجدين. صحيح. احنا برضو في لعيبة برضو بعض اللعيبة برضو قم تنميدوا عشان برضو ما بعدكش. في حاجات ايه. انا ما بقول ان اللعيب يفرق مع منتخب بلده. اه فعلا ان يفرق مع منتخب بلده. كل منتخب ليه نجب. بالزبط. كل فريق ليه نجب. انا بتتكلم برضو على. مش. طب نتكلم يعني هو موضوع طبعا طبعا. اه كبير. احنا كنا عايزين نرجع للمطشاط وعايزين كالترامي نروح لمطش الاهلي. والنهار ده فوز مهم جدا للاهلي في الدقايق القاتلة. قاتلة. اه وانا سميته ان هو مطش روح الكبار. لان الاهلي بروح الفريق الكبير اللي بفضل يقاتل لغاية اخر ثاني. عايز بعد اذن حضرتك بس يعني على الشاشة. اه تفضل حضرتك. طبعا. يعني معك مع حركة تشكيل والمواقف اللي انت عايز تتكلم عليها. كل حاجة. تفضل انا. تفضل ايو هنا يا خب. تماما. تشكيل الفريقين يا جماعة وتشكيل التشكيل. نعم. عايزين نستعرض الاهداف اللي اولا نستعرض معاك. وانت كنت عايز تتكلم عن اللي جوانا خبت الرابع. اه انا كنت عايز تتكلم عن الاهداف. بالذات برضو الهدف اللي اللي جي في النادي الاهلي. طبعا دي يعني معمولة عمالها كويسة. قالوا عاب قادر. كان التمركز طبعا بتاع فاركو. التمركز مكانش مزبوط. مفروض برضو في كرة زي دي. ان كان مفروض رامي. عاب قادر قاطع من ورا. باكري. عندك رامي صبر المفروض كان رحل سنة. انا شايف ان معلولة عملها كويس جدا. ودي يا كابتن اللي يحسها الباكات. يعني الباكريت او الباكليفت. الحتة دي صعب جدا ان اي حد يعملها. وبيعمل حاجات دي كويسة. فهو عملها كويس. تحرك كويس. بس انا بتكلم ان المفروض رامي في دي كان قرب شوية. يعني. المفروض كان يبقى فيه خطوة شوية. يقرأ المفروض يقرأ القورة ان هو عاملها. هتخش الجول. فالمفروض ان هو يقرب سنة. لكن عاب قادر طبعا خد من وقت وحطها. وجون كويس يا النادي الاهلي. جلق وفنش حلو او يا كابتن محمد اه. اطلع حلو او. اشوف اللي انت شرحته دي. هو عمل كده. فعمل اتجاه للجول. ما تعملش غير كده. رغم ان في واحد معاه. او سن الحزاء. اه. لكن هو خده في تيل تضاهره. طيب يا بالت يا جول. بس. بس. درور للهدف التاني يا كابتن رامي. اللي هو هدف التعادل. اه. هدف تعادل في كلام بقى كتير يا كابتن. يعني بس الكورة. لا انا كنت عايزها من الاول يعني. انا كنت عايزها من الاول من 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 ورا كمان كمان. هي ادي اول حاجة معي. من اول من قطعت وشوف النادي الاهلي. لعبت النادي قالت تمركز. شوف النادي الاهلي ما. بدايتها على دراس بس. اه. اه. يعني بس. ما فيش ضغط خالص. شوف اللاعدة. لو لعبت الدايرة جابت السلية يعني. يعني. فعي فرق الوقفة طبعا غلط. لازم اتنين يبقوا جمع بعض. بالزبط. يعني بقوش كده. يعني الاتنين لازم يبقوا جمع بعض. كمل. باس. فيش ضغط خالص. باس. باس. ما فيش ضغط. باس. فيش ضغط. طبعا في الورايبة المفروض ما تخشش الناوة طبعا. انا شايف طبعا النادي قالت تمركز كله غلط. التمركز ما فيش ضغط. مش ده النادي الاهلي. ان الكرة بتلاقي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة طبع اربع نقلات كابتن ميدو. والكرة تخشش بس. ما فيش ضغط خالص. بس. ما فيش. اهو. سايبه خالص. ما فيش. الراجل حطها قدامه. حطها في الدقيقة. عندي شناوي برضو دي. مش كويس فيها. وتحطت. فدي طبعا في مشاكل في العيوب. من العيوب في النادي الاهلي. حتة الضغط دي النادي الاهلي بيقف. لا. النادي احنا متعودين عليه على طول ان هو بيدغط والمسافات بتبقى ريبة. لعيبة متمركزة غلط. ده هده في الفوز. ما فيش ضغط طبعا بلعيب فاركو. تعاملت على البعيدة. عملت وشريف حطها. جون كويس طبعا لعيبت فاركو ما ضغطوش خالص. يا حسين حتى في الكورنان لو تلاحظ. اصلا ما فيش حد واقف خالص. مفروض كان مفروض واحد يقف على الاقل. يبقى مثلا على خط 18 او العشاير دي هو يقف فيها. حتى حسين استلم وراح الرجل واقف خالص. مفروض في الحتة دي لازم يضغطو. لان اكيد هو هيعمل كوروسة وهيحطها المعلول. لكن هو عملها بعيدة. سافيو عملها كويسة اوي. وشريف راح حطيتها. فسافيو برضو عملها كويسة اوي. جميل. وحسين برضو عملها كويس اوي. يعني حسين كمان عملها كويس اوي. هو انت جيبولنا جماعة. يقولنك كدر ان الي سافيو بيشاور فيه الحسين قبل الله. فاول الله يجب ايستاذ ياسف. ايبو لا امل اولها. اولها سنة. ايوة. 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 لا احامل يماشي. اوف اوف اوف. ماشي. يعني برضو. كان حمدي اللي شاور. كم حمدي اللي شاور لك. سافيو هو اللي علم اتاك او. صحيح. بس صحيح. فتعامل كويس. وحسين عملها كويس اوي. وشريف حطها كويس يعني. صحيح. فده برضو والتمركز مفيش ضغط برضو. وده يعني جنف دي. يعني مفروض في وقت زي ده انت مفروض تضغط خلاص دي يعتبر اخر كورة. طب كابتا محمد معلش كابتا الام. هل اللعيبة بتفقد تركيزها في الثواني الاخيرة? هل الضغط بيتملك منهم وهم بيلعبوا فرقة كبيرة? وحضرتك ده الربط يعني تقريبا 70% من فرقة الدوري المصري. ولابت قدام الزمالك وقدام الاهل. اتفضل لكابتا الام. هل اللعيبة يعني الخوف بيتملك منها? هل اللعيبة تفقد تركيزها بالشكل ده في الثواني الاخيرة? شوف هو اعتقادي ان اللعيبة البدنية لو فت بيوزنك صافي. صح. الناحية التانية بيجي لك شعور ان المطش يخرص كده. ان هو يخرص تعدل? اه يعني انه يخرص تعدل. انت عندك احساس ان انت الخص مش هجيب جوه. انت في رقعك ان اللعيبة تفرقوا يعني وصلوهم كده. اه. واحنا اتكلمنا. طب هل اللعيبة تفكر كده كابتا كان الاهل والزمالك بيجيبوا جوانا على طول في الثواني الاخيرة. يعني انا شفت تاريخ مثلا على ان الفدأ دي على طول بتجيب جوانا للزمالك اللي فتجيب جوانا في ده. انت زهنيا مش صافي. اما انت مشتت. اما انت في الملحب خلاص صخني يعني انت بتلعب من اول مباراة. ولزلك قولت الوقفة. الشب بتاع اللعيبة تفرقوا. رغم ان هما كتير. ام. ولا واحد فيهم ماسك. كلهم بصير على الكرة بس. راش. ام. لو في حد. لو في حد فيهم مثلا. زهن وصافي كان ماسك حتى الحارس. ام. فبتيجي لك لحظة. ام. انت قوي تقوف كنترور في اي حاجة. ام. ام. بص يا كابتن. بص المسافة ادي ايه. المساحة ادي ايه يا كابتن. يعني اعت التخير من الأول. من الأول يا كابتن. يعني بعد زهنكم نجيب التحير بالTR. بص يا كابتن.ayanي في حد في الحد دي. خالص. خالص. طعا ممكن. ايه ممكن ترجع سنة تانية؟. يعني بص يا كابتن.lica بص يا كابتن. يعني فارق اكتر. بص يا كابتن. يعني해�ها على اقل على اقل راجل يوبق وايف على خطة محط. طيب. 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 طيب يا كابتن. ممكن ا طبعا بداية الخطأ يعني بداية ان عبدالله بكري كان ممكن يطلعها قاوت مش كورنر انت في الوقت ده ان انت الفرق كمير قوي بين الكرة تطلع قاوت وتطلع على كورنر طبعا وعلى فكر عبدالله بكري كان بقاله عشر دقايق قبلها باورة سنة زك يعني باين ان هو عنده شد سمانة كثير من كده بداية الغلط يا خبتان محمد ان عمر جمال راجع على مهله هو المفروض عمر جمال كابتان انا ممكن رفع يا سيد يا سيد يا سيد 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 ماشي بص عمر جمال ده هو اصلا الراجل اللي اصلا اللي مفروض ماكف بالستانة اللي هو المفروض يا كابتان محمد لو كورنر تلعب قصير ان هو اللي يروح يقابلي واثنين على اتنين لغاية مكور رحسينها هيلعبها عمر جمال لسه بيرجع كابتان هو مش اتاجه وشه ومص فيه هو راجع انا شايفه من برا التمنتاشر هتلاقيه لغاية لما حسين يلعب الكرة هو لسه رجع بالراحة انت الراجل يعني انت واخد ادوار دورك ان انت لو شفت كل كابتن رامي كل الدربات اللي كنية الاهلي هتلاقي عمر جمال هو اللي واخد الستة هو اللي واخد السكرينر للحيطة دي عشان لو كرة تلعبت قريب يطلع يقابله اثنين على اثنين انما النهاردة معلش مع عمر جمال ضيع اللقود في لقيته كله فاخر ثانية لانو راجل راجع من قدام ماشي يعني راجع بالراحة خلص راجع على مهل وخلص يعني كأن انا بكامل برا وكان فيه الراجل ده ده اللي راح ده ده ما وقف اصلا غلط ويبصي ده كمان كلهم غلط يعني كلهم واقفين غلط وما فيش ضغط لكن دي عسب للعادة الاهلي كابتن رامي ان فيه اسرار على المكسب وفيه سرعة في الرتم يعني برضو ايه خلي بقىك حزين الشحات لو استنى سنتين ثلاثة كمان كانوا غفوا كويس هاي وحزين الشحات يحسب له ان هو العبها بسرعة وتعمل كويس صافي وكمان عملها كويس طبعا بس شوف انا افرقت عموتش النادي الاهلي لعب طبيعته كروح طب انا عايزك حوالي 11 دقيقة الستة الاخيرة او خمسة والوقت الضايع اللي شوفت الجماهير في الفترة دي اكتر فترة شجعوا اللعيبة فعمروا فيه حماس ده اللي فرق مع الاهلي صحيح ان فيه اسرار على المكسب حتى مع الجمهور حتى لو ايه هو نازم الجمهور ولا خلاهوا كده صحيح وطبعا مبروك للاهلي فوز مهم جدا تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنتكلم عن انتصار الزمالك وروح البطل اهلا بحضراتكم مرة تانية في المنتادة وضيوفي الكابتن محمد صلاح والكابتن رامي سعيد وفوز كبير للزمالك اربع صفر وفوز مستحق اداء ونتيجة وروح واسرار ومباراة كلها ايجابيات لفريرة ورجاله كابتن محمد عايزين حضرتك يعني تشرح لنا رأيك الفني في المباراة مرامة ممتعة اعتقد الزمالك النهاردة طلع حاجات كتير عنده في الطريقة ميدو اللي هي بتبدأ بأربعة ثلاثة ثلاثة بتتحول لتلاتة أربعة ثلاثة سعيد بتحول لأربعة اثنين أربعة فالرجل عنده مرونة اللي عنده لعيبة بتقدر تنفز الحاجات دي خاصة في التغييرات اللي عملها بعد ما اطمئن النتيجة ورنا بعض الصفقات سامسونج دونجا لعب سيسي نزل فخلى في مرونة الخطة دي او الطريقة دي خلت في عجز هجومي بالنسبة لحرص الحدود بيلعب بطريقة أربعة خمسة واحد غصبنا عنه لأن الإمكانيات غير الإمكانيات الزمالك بيحاول يقفل عشان يطلع بقدر إمكان أحمد أيوب متعادل خسران بقال النتيجة لكن خبرة لعبت الزمالك وإصرارهم على الفوز ودي من النتائج الإيجابية بتاعت السنة دي والسنة اللي فاتت ساعات احنا كنا من الزمن القريب بتكسب واحد بتقعد تلعب بالقعوب ممكن تتعادل مفيش الظر مع فريرة مفيش الظر مع فريرة خالص لأن كانت محمد يعني ده مركز حضرتك عايز اسألك سؤال فرايك ليه فريرة النهاردة بدأ بعبدالغاني باكرايت يعني هو المشاط اللي فاتت كلها كان بيلعب بتلاتة وبيلعب بوينج باكس سايد نمار وفتوحة وعبدالله جمعة وفي وقت ملاقات لعبه عمر جابل آن كان النهاردة بيغار طريقت اللعب وبيرجع على الأربعة وملعب عبدالغاني واقف ثابت في الحيطة دي فرايك عليك ليه؟ شوف هو عنده مرونة يعني خلينا نتكلم عن المسوس الأول عنده مرونة الباكرايت ممكن يلعب سردباك أحسن له من يلعب اتنين سردباكين محدش بيجي ناحت الشمال ليه يا كبتال عشان يدي حرية الفتوح ان هو يزيد؟ يزيد وحتى في الرجعة في ناحيتين أنا أتكلم عنه فتوح ويوسف وهنا كان عمر وعبدالغاني الفكرة في ايه؟ ان ان انت بتدي حرية لناس عشان مقفلش يزيزوا على جابر في أسنان الحركة تلاقي زيزو دخل لجوه لكنه راس حربة تاني ويجي عمر الجابر في الحتة دي الناحية التاني نفس الشيء فتوح فبيدي حرية فتوح يزيد؟ يزيد في نص الملعب بدأ من هما اتنين او الشكل عام بيبقوا اتنين بيبقوا اربعة وبيدي ناحية انتجاه في لجوم لزيزو ويوسف وكان سيفي جزير القوم عشان كده تلاقي التهديف جيمنين ما تعرفش جيمنين يزيزو شلد تاني شيكابالا لما نزيد فتوح ممكن عشور ففي حرية حركة ده رجل احنا كتير اول لقي فروقة لوحده هنا وعشور بيروحنا الناحية التانية كنا كنت تخلي ده ده عشور يعمل السروب مراتين تلاتة عشان يجي مين اجوان ده تطوير في اداء اللاعب بيجي من المدرب هو عايز منه ايه انت قلت حاجة اواميدو ان الراضي مش عشان الناس ما تفتكرش بخوفهم بيعني بقوة لا مخوف اللي مش هيعمل اللي هو عايزه مش هيبه موجود في الملعب فتلاقي الناس بتلعب انت بتطلع صحيح عندك فالنياد بتطلعها لكن اللي صالح الفرقة عندك يوسف نبيه انا امكين من الوحيد ديني لازم يلعب كتير لاندي عنده امكانية في السرعة والقوة والشوط من تحت القدم ودي ميزات ما كانش من ساعة مصفة محمد ما شوفناهاش وما كانتش موجودة في ابوه لازم كان لعيد كبير اما اجابها من اين ده فكان لازم ياخد وقت يا عميدو لازم ياخد وقت كبير جدا عشان يطلع اللي عنده صحيح النهاردة بان في الجنة اللي جابه واللي قبل كده براس دي ممكن لكن النهاردة واضح ان عنده شخصية واخد قرار من تلقاء نفسه يعني محدش قاله مثلا يجي هنا وتعدي وترقص فالتوح فاتح كرة لعبت جنح الواوي جابه واخد اخر ثانية كرة القطاع وبعدين عنده مرونة يلعب يمين على الشمال عنده مرونة يلعب يمين على الشمال عنده مرونة ممكن يلعب في نصف الملعب فالمدرب الكويس او المحظوظ اللي عنده لعيبة تنفزه الخطة واي مرونة تحصل في الملعب من عندهم صحيح كابتن رامي بالتغيير اللي بيعمله فريرة في التشكيل هل انت شاف ان هو عايز يوصل رسائل للعيبة ان انا معنديش لعيب اساسي واحتياتي كل الناس موجودة وعلى فكرة ده كلامه النهاردة في المطابر ان انا هعمل تغييرات انا كمان بيعجبني فيه جدا شخصيته وهو مسيطر وهو القرار بياخده من دماغه فدي عجباني فيه جدا فريرة من اول ما جينا الزمالك واخد القرارات اللي هي في دماغه وهو اللي ماشي فيه عشان كده نزى مالك ماشي بها الصراحة كابتن عايزين نروح تانين كابتن محمد ونشوف الشكل الدفاعي والشكل الدفاعي الفريق الحرس ومحاولة كابتن احمد ايوب في انه هو يعني يبلل اربعة خمسة واحد انه هو يعطل الزمالك من انه هو يلعب الكرة اللي هو عايز يلعب فضل يا كابتن محمد غالبا كان بيدافع من نص المالك او منع الدايرة هو عنده اعتقاد وده واضح في كل المدربين ان انا كثيرة كل ما دفعت اكتر كل ما النتيجة قلت بالعكس بيجيب نتيجة عكسية ساعات طول ما انت بتدافع انك عندك خبرات اللي بتلعب قدامك الزمالك يعني اعلى منك واللعيبة بتاعت الحدود مش فايقة لان مفاق عندهمش مكاسب كتير النتايج مش مساعدان فاحمد ايوب عمل اللي هو ايه بقدر الامكان اقدر اعمل شي في نص الملعب اعمل تكتيف لبعض اللعيبة اللي هي مفاتيح لعب النات الزمالك لكن مع مرور الوقت الملعب وسع وممكن الجون اللي جابه زيزو الملعب كان مفتوح اوي عشان انها عب بدنية جمان اقدر مش قادر ايه وبعدين انت بدفع مع مين مع الزمالك عنده جراحين هتخلي بالك النهاردة الراجل بيقول لرسالة تانية للناس انت قاعد بديل اه لكن انت في اي وقت ممكن تنزل وهتلعب زي اللي طلع خلق روح مناسبة كابتن دال شيبل اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه او شكل الزمالك وهو ما عوش الكرة بتقلب كأنها اربعة اربعة اتنين يعني بالظبط ومين باق رأس حربة ما تضمنش ممكن يوسف من هنا او زيزو من هنا وبعدين بيخش عمر زي ما هو في كده فبتحس عكس ما انت بدأت ممكن تلاتة اربعة تلاتة لا انت بترجع اربعة اربعة اتنين اللي بيعمل كسافة عددية في نص الملعب عشان يعمل كونتر التات لزيزو او سيف رغم ان هو او مبرابعة لكاس العالم يعني مش لسه يعني انا ما بحبش بقى لسه بخدش علينا وانسي جام والحاجات دي مشوفناش في كاس العالم رأيك كابتن عمنا مروح للخطوة بعادية رأيك كيف سامسون لما نزل والله عنده حاجات كويسة ميدو يعني عنده المراوغة كويسة بيوافع الكرة كويس جدا قوي في السرعات شفتلي فيديو السرعات بس ده زي يوسف عايز يلعب كتير عشان يقدر يخد على الملعب ويخد على زمانه هو كان جاي مش جاي ازا خدتو الراجل عمله بروجرام لوحده ودلوقتي اللي انا عرفته من جوا النادي ان حالته البدنية افضل بكتير ان هو شكله حتى في التدريبات العيب مختلف دول ما يوقف على الرجليه في الناحية البدنية اعتقد عنده السرع دي هتطلع الاو هتطلع كنترول كويس او عكورة في المساحات ممكن رأس كتير هتلاقي عندك مهاجم كويس عايزيني شوف الفيديو اللي جاء يا كابتن هو ايه الفيديو اللي حركة عملهولنا وهي عمر جابر وتحركات عمر جابر عمر من احسن ماتشات النهاردة في تحركاته انت عارف عمر اتمرنته ازاكي جدا في اتخاذ المواقف الوزيشن في الملعب هتلاقيه ايه مين اللي هنا ده مين زيزو او حكس ونفس الشيء فتوح انها حد تانية بيدي مرونة للراجل ده وما بيقفلش على عمر ودي مست الخطة او الطريقة اللي عملها الراجل رغم انه لما تيجي على الورق يبقى عمر وزيزو او فتوح يوسف لكن مفتحين الملعب بتحرك مين يوسف وزيزو اول ومن احسن مشاته النهاردة لان نفذ بقدر الامكان اللي الراجل عايزه جاب جون او ضرب الجزاء احسن فتراته او النهاردة انه عنده حرية حركة شمال او يمين رغم ان احنا كنا في بعض الاحيان بنقول لو لعب يمين بس بيبقى احسن لكن النهاردة اعتقد دي بدايته وابداية عمر من احسن ما تشاهده في الحركة وفي تكملت الناحل الجمعية هنا عكسوا بقى كابت بقى ان عمر بيقفل على خط وزيزو داخل لقلب الملع ففي تنوع اللعيبة في حرية ففي حرية بس مش حرية بعشوية لا 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 بتشتغلها بشكل كويس تغييرات داخل ملعب نظامية يعني الراجل ايل عليها وهم بينفزوا ودي حاجة كويسة انا عايز بس اروح النادي الاهلي التنفيذ في النادي الاهلي مش بالقدر الكافي لان او اخر خمس دقائق والخمسة الوقت الضايع هم احسن وقت لنادي الاهلي حشان كده الاصرار خليهم يجيبوا الجون التاني هنا في حرية حركة مورة في الوزيشن وانت بتتفرق متعافش من اللي هجيب الجون خلي بالك في واحد ناس مش شايفة كويس روقة حتى لما يبلعب في نص ملعب لوحده عارف يوقف وعارف يسلم واستلم مكانش في الاول حتى الجميع مكانش راضي عن اداؤه لكن اصرار الراجل ان شايف في حاجة كويسة ابتدى يديله ابتدى دونجا النهاردة يخش السيسي ماشي يعني خطوة فالزمالك لعب بشخصية واسرار ان هو عايز يكسب وده الحاجة اللي بتسعدنا ان انت لما بيجيب الجون بتحاول تجيب الجون اثنين وثلاثة للي بقى الشكل كويس بتدي فرصة للبودلاء يلعبوا انت خلاص دمانت النتيجة غير الاول تبقى واحد كابتل رامي حرص الحدود سريعا وموقف صعب والحقيقة كابتل عمد ايوب القماشة اللي معامش بساعدها يعني بكل الاحترام طبعا للعيبة لكن تحس ان في فوارق كبيرة اول هقدي امكانياته ما جابوش صفقات برضو صفقات كبيرة دي الحلقة برضو بتدايقني شوية راجل تلاقي الدور الممتاز لازم تجيبت صفقات حتى لو امكانياتك انا ممكن اجيب 3 اربع العيبة بدل ما اجيب عشرة بس اجيب 3 اربع العيبة يفرقوا معايا 3 اربع العيبة خبرات لعبوا كتير يفرقوا معايا في الملعب مش لازم اجيب كمية ممكن اجيب 3 اربع العيبة يوقفوني عندهم خبرات دور الممتاز لعب على مستوى عالي لعبوا كتير لكن هما مجابوش صفقات طبعا برضو ممزلومين فاكيد يعني ربنا يوفقهم الفترة جاء ان شاء الله ربنا يوفق كل الفترة واندولي صعب واندولي الصنادي صعب جدا كابتن محمد نورطني كالعادة وبشكرك شكرا شكرا جزيلا على وجودك معنا بس صح يا والله كابتن رامي نورطني انا شرف بيك وطبعا شرف بالكابتن محمد صلاح وانا كنت مبسود او من اللعبة الحمد لله لعبت وكابت صراح كان مدرب انا كمان انا كان مدرب كبير كابتن محمد يعني شخصية كل الناس بتحبه تحتمل من الناس لا يختلف عليه دي كانت حالة النهاردة لكن قبل الختام كاميرا الرمنتدة كانت في المدرج وفي المدرج الزمالك اسبوع على خير أهلاً بكم في الفلوج جديد للمتادة في المدرج أنا أقوفه ودلوقتي داخلين نتفرج على مطش الزمالك وحرس المدود مطش مهم جداً مطش مهم جداً للزمالك والبليلة تلات نقط مهمين جداً إن شاء الله زمالك هيكسب وشوفك جوة الإستان مобразي إن شاء الله 3-0 يعمل زمالك 3-0 يعمل أنا صراحة على طاعتي إن شاء الله3-0 يعمل كيف sampai بالقرب هل سوف نرى 1-0 ماتش خلص كم كان واحد سي عمر السيسي زمالكاول أنا لا أنا لا عمر السيسي زمالكاول الجمهور دلوقتي كانت مبسوطة جباً عشان فاركو جابو جون دلوقتي تعالى بالماتش أهلي فاركو في الديئة 63 إن شاء الله يعني الدور للزمالك يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة